موسيقى السلام عليكم ضمن البرنامج الوزري لرئيس الوزراء الحالي محمد السوداني والذي أرسله إلى البرلمان نهاية تشرين الأول أكتوبر عام 2022 نقاط كثيرة ركزت على إجراء انتخابات مبكرة خلال عام ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية بحسب زعمه وفي هذا الإطار نطرح التساؤلات الآتية هل امتلك السوداني أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها تسعون يوما كما وعد هل قضى على الانتهاكات داخل السجون الحكومية هل عالج الفقر والبطالة وأنهى ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والإفلات من العقاب وعاد عمار المناطق المنكوبة هل عاد مهجروا جرف الصخر إلى منطقتهم وانتشلها من قبضة الميليشيات الطائفية لا سيما أنه تعهد بعودتهم خلال مدة زمنية محدودة وهل طويت صفحة النازحين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء حتى هذه اللحظة هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج تحت الضو لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان بعد ستة أشهر من تقديم السوداني برنامجه الوزاري ما الذي تحقق من وعوده للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها الكثير سيكون معنا ضيفا في الستوديو الصحفي والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان دكتور مرحبا بكم حياك الله وعبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف دكتور حامد سلام الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وقبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير على الرغم من أعلان رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني لبرنامجه الوزاري الذي تضمن الكثير من الوعود لمحاربة الفساد وإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية إلى أن تلك الوعود ذغبت أدراج الرياح فلم يتحقق شيء منها مع مرور ستة شهور على تلك الوعود المزعومة حكومة السودان الحالية تسير على خطى الحكومات المتعاقبة التي جاء بها الاحتلال ترفع شعارات محاربة الفساد وهي تمارس الفساد وتشارعن له فمع الوعود بحل قضية المدن التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة وأبرزها جرف الصخر فإن ميليشي حزب الله في العراق والمرتبط بإيران أنشأت مؤخرا ما لا يقل عن عشرين مقرا ومخزنا للأسلحة والصواريخ في جرف الصخر شمالية محافظة بابل فيما تشهد السجون في العراق تعذيبا نفسيا وجسديا حيث يتفنن السجنون بإذلال المعتقلين وتعنيفهم وسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا فضلا عن إقرار مستشار السوداني لحقوق الإنسان زيدان خلف بورود أكثر من ثلاثة ألاف شكوى لحالات التعذيب موثقة بحسب تقارير الطب العدلي بينما لا تزال ظاهرة السلاح المنفلت والقتل والإفلات من العقاب مستمرة في ظل رعاية حكومية أما في الجانب الاقتصادي فإن ارتفاع نسب التضخم وأسعار السلع والخدمات فإن وضع العراق في درجات متدنية في قائمة الدول الغنية وفقا لمجلة فينانس جلوبال الأمريكية وبحسب صحيفة اندبندنت عربية فإن العراق رغم امتلاكه احتياطا نقديا هو الأكبر في تاريخه الذي وصل إلى 125 مليار دولار إلا أنه يعيش رعب الإفلاس بينما لا يزال ملف نازحين هو الآخر يستخدم كورقة تتلاعب بها مصالح أحزاب السلطة والأجندات الإقليمية بالرغم من دعوات محلية ودولية لإنهاء المعاناة الإنسانية للنازحين والمخجرين قصرا والتي مرت عليها سنوات طويلة دون حلول إذن مشاهدين الكرام لمن فاتت المقدمة نبحث في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع بعد ستة أشهر من تقديم السوداني برنامجه الوزاري ما الذي تحقق موعوده ضيفين هما الصحفي والبحث السياسي الدكتور نوني حمدان والأكاديمي والبحث السياسي الدكتور حامد الصراف أبدأ معكم دكتور نوري نبدأ من معاناة كبيرة جدا أقلقت الشارع العراقي وأقلقت الوطنيين من الشعب العراقي وهي معاناة جرف الصخر وعد السوداني في برنامجه الوزاري بإعادة مهجري جرف الصخر ولكن هل بستطاع السوداني أن يفي بوعده؟ شكرا جزيلا لك وتحياتي لكم ولمتابعكم وبتأكيد كل عامكم بخير أهلا بي تحياتي لضيفك الكريم دكتور حامد حقيقة أنه بداية نحن متفقين أن هذه الحكومة هي لا تختلف عن الحكومات السابقة بالتالي ملفات البرامج الحكومية التي اعتاد عليها المواطنين العراقيين من عدم تحقيقها هي نفسها تتناقل من حكومة إلى أخرى ونجد في بوعود السياسيين هذه العناوين العامة في حل هذه الإشكاليات أو حل هذه الملفات وحسم أمرها ولكن على أرض الواقع الحقيقة لا نشاهد ولا نرى ما يمكن تحقيقه لإنجاز مثل هكذا ملفات رئيس الوزراء وهو يتحدث عن أنه تم تنفيذ 30% من برنامجه خصوصا فيما عودت النازحين إلى مناطقهم طبعا بمقدمتهم منطقة جرف الصخر وهي الأزمة الكبرى في حل هذه الإشكالية وهي أنا أعتقد من الصعب جدا حسمها في هذه الحكومة حتى وإن كانت هناك نوايا صادقة لحل هذه ناهيك على أنه نحن لا نعتقد أنه وجود نوايا حقيقية لأن استغلال هذه الملفات سياسيا هي أكثر من ما هو فعلا المراد من تحقيقها أو إنجازها في برامجهم الحكومية هذه الفترات حقيقة تعودنا عليهم يضعوها في برامجهم وفي إعلاناتهم الانتخابية لحسم هذه الأوامر وأنتم تعلمون نحن مقبلون أو العراق مقبل على انتخابات مجالس المحافظات وهذه الشعارات سوف تتصاعد وسوف لا تنتهي يعني حقيقة في قابل الأيام لا هذه الست شهر التي تحدث عنها رئيس الحكومة السوداني ولا الست شهر التي سوف تليها وحتى بعد انتخابات مجالس المحافظات سوف لا أعتقد هناك ضوء حقيقي في تحقيق منجزات في هذا الملف دكتور حامد مصادر مقربة من ميليشيات حزب الله في العراق تتحدث وتقر بوجود عشرين مقرا للميليشيات في جرف الصخر ووجود مخازن للسلاح أيضا هناك مصانع وويرش لصناعة الطائرات المسيرة بعد هذا الإقرار هل ترى بصيص أمل في عادة مهجري جرف الصخر في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة تحياتي لكم لضيفك الكريم لجمهور المشاهدين لأعزاء كل عام والتبخير الحقيقة يعني احتمالات التغيير ليس فقط في جرف الصخر في معادلة التوازن الدولي والإقليمي على الساحة العراقية الحقيقة هذه تفرض تضع الحكومات المتعاقبة في حرج كبير جدا بينما يريده الشارع وبينما تريده الأجندات الخارجية الجرف الصخر مثل ما نعرف هي الحقيقة أشبه بقاعدة ليس فقط للميليشيات الولائية وإنما حتى للحرج الثوري وحتى لنفوذ إيران داخل العراق وهذه متقاسميها أميركا لها قواعد عسكرية نعرف أماكنها يعني في عين الأسد في قاعدة حرير في الوسط في مطار بغداد هناك قواعد الحقيقة يعني هذا جاء بمشيئة التوزيع النفوذ يعني حتى قبل سقوط النظام السابق منذ 20 أكثر من 20 عام وهذه المعادلة الحقيقة راسخة في أذهان الولائيين من جهة والأمريكان من جهة ذانية لذلك هناك خطوط حمر أنا أقدر أسميها في قاعدة جرف الصخر هي ليست منطقة ائتيادية صحيح هي احتلت من قبل الميليشيات لكنه تم تأسيس هناك أنفاق تحت الأرض سجون يعني في دهاليز المنطقة لا يعرف عددهم قسم من عدهم قتلوا قسم من عدهم من المغيبين ما زالوا أعداد كبيرة الحقيقة تعد بالألاف منذ سنوات منذ أعتقد 2014 يعني لذلك هذه العملية من الصعب جدا أن تحل بإرادة الحكومة أو بإرادة القوى المهيمين على السلطة لأنه وعادلة نعم دكتور تخيل أن هناك فيديو وتقرير للعربي الجديد يتحدث هذا الفيديو أن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو تقول أتمنى أن أدخل إلى جرف الصخر ولكن ليس بإمكاني الدخول لوجود عدد كبير من المسلحين داخلها كيف يمكن الرد على ما تتفضل به وزيرة الهجرة والمهجرين الحقيقة الحقيقة الرد يأتي من محمد الحلبوسي يعني من رئيس مجلس النواب واضح هو قال هناك خطوط حمر للدخول إلى جرف الصخر هناك شفرات لا يمكن تجاوزها لا أنا كرئيس مجلس نواب ولا رئيس الحكومة ولا أكبر عسكري الآن يحتل مركز قيادي في الجيش وفي القوات المسلحة وفي الأمن وفي الأمن الداخلي وفي الشرطة أن يتجاوز الخطوط التي وضعتها الميليشيات الولائية لذلك هو اعتراف ليس فقط وزيرة الهجرة والمهجرين وإنما حتى من أكبر شخص يقود السلطة التشريعية في البلد وطبعا ناهيك عن أنه هناك أيضا إذا تسأل رئيس الجمهورية وتسأل رئيس الوزراء هل دخلتم هم تستطيعون دخول الجرف الصخر يقول لك بالتأكيد لا لأن هذا أيضا حاول عدد من الرؤساء الوزارات السابقين حتى الكاظمي ومن عوض ورئيس وزير داخلية في فترة من الفترات يعني في حكومة واستقال طبعا حتى آهانو لما بدأ يقترب لمنطقة جرف الصخر وحاول يعني يثبت موقف في قضية أنه من حقه وزير داخلي أن يفتش المنطقة أو يستطع الأوضاع فيها لكنه منع بشكل واضح لذلك هذه القضية الحقيقة مرتبطة بالأجندات مثل مقرية الخارجية هناك احتلالات ليس احتلال واحد احتلال ايراني احتلال اميركي احتلالات اخرى الحقيقة للأسف الشديد على الأرض العراقية دكتور نوري دكتور حامد يقول أن هناك سجون في جرف الصخر تماشيا وعطفا على ذلك مراقبون يقولون وجود محاجر احتجاز في جرف الصخر وهي تسمية دارجة طبعا للسجون الميليشاوية هذا يؤكد بالدليل القاطع على رجعة لأهالي جرف الصخر إلى منطقتهم ولكن إذا تحدثنا عن الأهمية ما أهمية جرف الصخر في الجغرافية السياسية والأمنية بالنسبة للميليشات الطائفية نعم جرف الصخر هي حقيقة تعتبر خاصرة للمنطقة الفرات الأوسط بالتالي هي أيضا شكل للعمق المناطق الجنوبية في العراق وهذا المناطق بشكل عام أنت تعلم الآن هي منطقة نفوذ هذه الميليشات والأعزاب الولائية ويسعون حقيقة لتكريس هذا النفوذ أكثر فأكثر يعني لسيطرتهم بشكل عام على مقدرات البلاد والسيطرة على الإرادة السياسية أيضا بهذا يعني تقدر تسميه هي المفصل لمنتصف العراق بالتالي هي منطقة حيوية ومهمة جدا ويعني الحديث حقيقة عن عودة أهالي هذه المنطقة حقيقة صعب جدا الحديث عن هذا الموضوع لأنه كل التصريحات التي تصدر حتى من المسؤولين المحلين في محافظة بابل يتحدثون عن أو يدعون إلى عودة أهالي هذه المنطقة ولكن لمحافظة بابل ولكن ليس الجر في الصخر ليس الجر في الصخر طبعا بمعنى أنه أنتم هذه محافظتكم بابل تعالوا عيشوا في أي مكان باستثناء هذا المكان يعني هذا المكان يمكن وصفه بأنه كما تحدث الدكتور حامد يمكن وصفه بأنه قاعدة إيرانية كما هو حال قاعدة عين الأسد الأمريكية بالتالي المسؤولين العراقيين بشكل عام لا يمكن الدخول لهذه القواعد دكتور حامد هناك فقرات من ضمن شروط القوى السياسية في تعيين محمد الشاع السوداني لرئيس الوزراء هذه الشروط أو هذه الملفات مثلا ملف كاركوك ملف جرف الصخر بالإضافة إلى ملف سنجار ولكن هل يستطيع السوداني أن يتنصل من وعوده كي يرضي الأحزاب الطائفية على سبيل المثال للحصر عزيزي أنا أسمي أحيانا حسن النوايا والاتفاقات يعني ليس كل ما يكتب على الوراق ينفذ بالتأكيد يعني يعني السياسة والإجراءات التنفيذية لا تأتي بالتمنيات وتأتي بالوعود الوعود يعني وعود مثل ما يقال يعني كلام اللي يمحوه النهار أحيانا وهذا طبعا اعتادت عليها الحكومات المتعاقبة توعد بشيء وحتى تكتب ليست فقط وعود شفوية كتابية يعني وهناك وثائق بيناتهم وهذه موجودة بين المالكي والبرزاني في فترات وكل الكتل أياد علاوي دخل في اتفاق والصدر دخل في اتفاق لذلك هذه كل الاتفاقات منذ تشكيل أول حكومة في 2005 لغاية الآن يعني لم ينفذ منها إلا ما ندر إلا ما يصب لمصالحهم لمصالح هذه الكتل ليس لمصلحة الشعب العراقي هذه نقطة جوهرية لماذا؟ لأنه هم يتقاسمون السلطة يعني هذا نظام محاصصة علينا أنه فعلا نركز على هذه النقطة هل تنفيذ أي خطوة من قبل السوداني أو الحكومات السابقة يصب لمصلحة الشعب العراقي أولا بالتأكيد يقول لك لا لأنه هم يريدون البقاء على رأس السلطة لذلك جاءت هذه الأحزاب وهذه الكتل لتنفيذ أجندات خاصة بها ومريدين لها بالبقاء على السلطة كأن تكون أميركا بريطانيا حتى إسرائيل وطبعا هيك عن إيران إيران أيضا يعني مثل ما يقولون الشريك الأساس مع أميركا في تقسيم النفوذ على الأرض العراقية نفوذ اقتصادي أمني عسكري يعني ستراتيجي نعم لذلك المسألة معقدة جدا أنا أعتقد ليس بيد السوداني إلا النزر اليسير الأدوات بسيطة جدا وهي محاولة ترقيع ما يمكن ترقيعها على أساس والظهور بمظهر أنه هو ينفذ ما تم الاتفاق عليه دكتور نوري على ذكر التحمل المسؤولية كما تعرفون تتكرر ظاهرة الانتهاكات التي تحدث داخل السجون الحكومية ما يمر وقت إلا ونقرأ في نشرات الأخبار توفي سجين في الناصرية أو غيرها من أماكن السجن في العراق وذلك بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي بحسب ما تعهد به السوداني ما هي الآلية كي يوقف السوداني هذه الانتهاكات التي تجري داخل السجون وهل أن السوداني لا يتحمل مسؤولية التعذيب التي تجري داخل السجون دكتور لا الحقيقة أنه هو من الجانب الرسمي رئيس الحكومة هو المسؤول الأول أمام القانون وأمام الشعب عن كل ما يجري في السجون لأنه السجون تابعة لحكومته السجون تابعة لوزارة العدل بالتالي وزارة العدل جزء من الحكومة وهو يقولون هاي مسألة التعذيب يمرسوها السجانين فقط يعني التصرف فردي هاي يقولون ذلك هذا حقيقة يعني هذا المقولة ذكرني قبل يومين أو قبل يوم لخروج رئيس الحكومة محمد الشاعر السوداني في أو زيارته إلى نقطة السيطرة لوزارة الكهرباء وتوزيع الطاقة الكهربائية وطالبهم بتقرير موقف التوزيع ووجه لهم شبه اتهام بأنهم هم متورطين ب مع الأصحاب المولدات في قطع الكهرباء لفترة معينة الحقيقة هنانا رئيس الحكومة السؤال المهم رئيس الحكومة عندما يرصد هكذا خلل هل يذهب بنفسه ويسأل الموظفين أنتم فعلا تفعلون كذا أنتوني جواب أقنع المواطنين هل هذا هل هذا إجراء يمكن أن يقوم به رئيس حكومة يتحمل المسؤولية القانونية أمام الشعب العراقي بالتأكيد هذا دليل على ضعف أداء رئيس الوزراء الحكومي لأنه هو المسؤول الأول وهو مسؤول عن أي مفصل من مفاصل الحكومة العراقية إن كانت في وزارة الكهرباء أو في وزارة التجارة أو في وزارة الزراعة أو في وزارة العدل والانتهاكات التي تحدث في السجون هو المسؤول الأول حقيقة بالتالي هو عليه أن يتابع ويراقب هذه الانتهاكات وبالتالي وزارة الداخلية وزارة العدل هم أيضا مسؤولين عن رصد مثل هكذا انتهاكات ويفترض أنه لدينا هيئة نزاهة ولدينا جهات رقابية عديدة حقوق الإنسان داخل البرلمان وحقوق الإنسان في داخل البرلمان كل هؤلاء لماذا يعقضون بالأساس رواتب إن لم يرصدوا مثل عاقب طيب محمد السوداني مسؤول عن السجون داخل الميليشيات باعتبار هيئة الحجد الشعبي هو مسؤول عن وجود ميليشيات أصلا هو مسؤول عن الوجود الميليشيات لأنه في برنامجه يفترض أنه يحد من وجود الميليشيات وبالتالي هو في برنامجه يفترض أن يسيطر على السلاح المنفلت داخل الدولة ويفترض أن يكون جميع السلاح هو تحت سيطرة ويد الدولة فبالتالي أين وصل بهذا البرنامج؟ طيب دكتور حامد بالنسبة إلى المغيبين قسرا يعني في لقاء تلفزيوني ظهر زعيم ميليشي العصائب قيس الخزعلي يقر ويعترب بوجود مغيبين في مناطق الصقلاوية وبزيبز في محافظة الأنبار في هذه النقطة تحديدا هل باستطاعة السوداني أن يجد حلل للمغيبين قسرا وبالتالي يتم الإفراج عنهم؟ هل لدي هذه القدرة؟ بالتأكيد إذا أراد إذا اتفق مع الميليشيات ومع يعني مع زعماء الإطار وخصوصا الزعماء الميليشيوين يعني وهي طبعا هي اعترافات موجودة يعني حقيقة قسم يقول أنه يعني قضي الأمر مثل ما يقال وتم تصفيتهم جسديا وقسم يقولون عدد منهم ما زال على قيد الحياة طبعا هذه الأمور هذا التضارب الموجود هذا تلاعب بمشاعر الناس أيضا بمشاعر الأهالي وحتى مشاعر العراقيين لأن العراقيين أيضا يهمهم أن ينشوفون سلامة هؤلاء الشباب الذين تم اختطافهم وتغيبهم لسنوات عديدة طبعا هذه أيضا تضمن مسألة إليها علاقة بالأمن المجتمعي والسلم المجتمعي إذا كان هناك إمكانية فبالتأكيد ما رح يعني لا هو ولا المجلس النواب لأنه هناك أيضا لا ننسى هناك رجنة خاصة للمغيبين شكلت في الدورات السابقة في البرلمان لكنه كانت عاجزة عن جمع المستمسكات الأساسية أين ذهبوا مصيرهم وإلى آخره لذلك أنا أعتقد هذه القضية أيضا أصبحت قضية مدولة يعني دولت بشكل واضح بحيث أنه لابد لابد أنه بالفعل إن عجزة السوداني والحكومة ومجلس النواب عن كشف مصير هؤلاء يجب أنه رفعها إلى المنظمات الدولية ومطالبة الأهالي شكلت طبعا شكلت حتى لجنة قانونية قضائية حقوقية مثل ما تسميه من منظمات مجتمع مدني وحقوق إنزام لكنه لم تصل إلى النتائج المرجوة لذلك أنا أقول بالفعل إحنا علينا أيضا كإعلام كإراقيين أكاديميين ومجتمع مدني أن ندفع باتجاه الكشف ضرورة الكشف عن مصير هؤلاء المغيبين لأن هذه قضية إنسانية لا يمكن السكوت عنها إلى ما لا نهاية هذه وعدة ثنيا أيضا لضمان أنه لا تم تكرارها لأنه هذا أيضا جزء من مبدأ الإفلات من العقاب الذي فعلا مشت علي الحكومات المتعاقبة يقتلون يذبحون يغيبون يغطفون الناس بدون مبررات شرعية لذلك إذا مقت بهذا الشكل لا أحد من العراقيين يضمن حياته ولا حياة ناس قريبين إلىه لذلك أنا أقول علينا أنه بالفعل يتم تركيزنا على أنه قضية حل الميليشيات أولا وقبل كل شيء اثنين حصر السلاح بيد الدولة ثلاثة هي قضية رفع مبدأ الإفلات من العقاب بل بالعكس يجب أن يكون يعاقب إن لم يكن عبر المنظمات الحقوقية والقانونية في العراق فنلجأ إلى ولو هي العملية بها صعوبة وبها شكوك حول لجوء المجتمع الدولي لإحقاق الحق في العراق لا دكتور نوري سياسة السودان الخارجية خاصة طبيعة العلاقة مع الجارة إيران مؤسسة غالوب قبل كم يوم أجرت استطلاعا وجدت أو أفاد هذا الاستطلاع أن 86% من الشعب العراقي يبغضون القيادة الإيرانية حيث يتهمونها صراحة بزراعة الفتنة الطائفية ليس فقط في العراق ولكن أيضا في المنطقة السوداني هل يستطيع من خلال برنامجه الوزاري أن يخرج من عباءة إيران نعم هو الحقيقة أنه بدأتا هذا الاستطلاع هو لم يذهب بعيدا حقيقة هذا واقع الشعب العراقي بشكل عام هو رافض للتدخل الإيراني ويحمل المسؤولية بالكامل لكل ما حدث من يعني تصادم طائفي وانقسام طائفي في العراق لإيران وخير دليل ثورة تشرين في عام 2019 كانوا الشباب واضحين في توجيه اللوم والاتهام لإيران بهذا المجال السوداني حقيقة يعني أو حكومة السوداني بداية نحن قلنا أنه نحن متفقين على أنه لا تختلف عن الحكومات التي سبقتها وهو مرشح الإطار التنسيقي والإطار التنسيقي فيهم من يقال عنهم ولائيون وفيهم من لديه علاقات وطيدة مع إيران وبالتالي لا يمكن للسوداني الخروج من هذا الإطار واتخاذ قرارات تتقاطع مع المصالح الإيرانية بشكل عام ومطلق وبالمناسبة هنا لابد من استذكار بما أنه تحدثت أيضا أنت في سؤالك الدكتور حامد حول تصريحات الأبين العام لعصابة قيس الخزعلي هو في تصريحات أيضا وصف دور رئيس الوزراء قبل أن يكون السوداني وحتى الكاظمي بأنه رئيس الوزراء الذي يكون رئيس الوزراء مرشح للإطار التنسيقي هو ليس لديه صلاحيات مطلقة هو لديه صلاحيات إدارة الدولة بمعنى تعيين مدير معاقبة مدير زيادة راتب تنزيل راتب ولكن القرارات السيادية يابد من أن يعود للإطار بالتالي يتخذ القرار فهو لا يمتلك هذه الصلاحيات دكتور حامد سنأخذ السوداني والفساد الذي ينخر جسد الاقتصاد العراقي ولكن دعوني ضيوفي الكرام أذهب إلى فاصل القصير ومن ثم أعود إليكم فاصل ونعود مشاهدين الكرام كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين إذا المشاهدين الكرام نبحث في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع بعد ستة أشهر من تقديم السوداني برنامجه الوزاري ما الذي تحقق من وعوده وجدد الترحيب بالدكتور نوري حمدان وبالدكتور حمد الصرف دكتور حمد السوداني وعد في برنامجه الوزاري ببناء أدوات فعالة هكذا سماها في القضاء على الفساد خلال ثلاثة شهر تسعين يوم على ماذا استند السوداني عندما طرح موضوع القضاء على الفساد؟ وهل فترة الستة شهر التي قضاها محمد الشعى السوداني فعلا تم القضاء على الفساد؟ ولو بنسب متفاوته؟ بالتأكيد الفساد هو باعترافه السيد السوداني نفسه كاعتراف الرؤساء الوزارات السابقين يعني وصفوا الفساد بأنه أقسى وأصعب وأشد قسوة على الحياة العراقية من الإرهاب نفسه من الدواج يعني حتى محاربة الإرهاب يمكن تكون أسهل لأنه هناك قوات مسلحة عراقية لكن الفساد هو أصبح الآن منظومة متجدرة يعني تبدأ من رأس السلطة التنفيذية والتشريعية وحتى رئاسة الجمهورية من رئاسات الثلاث ونزولا إلى أبسط دائرة من دوائر رسمية في العراق الآن الفساد أصبح تقليد متبع لدى الحكومات كلها ولدى مجلس النواب ولدى المؤسسات التي تم شرعنتها باحتلال أميركي غاشم ونفوذ إيراني واحتلال ميليشياوي على مدى عشرين عام لذلك أنا أقول بصراحة يعني على سبيل المثال نجيب مثال بسيط جدا ما يسموها سرقة القرن التي هي 2 مليار ونص ونص المليار دولار يعني حثت في فترة حكومة الكاظمي وامتدت تأثيراتها إلى حكومة السوداني فعل السوداني يعني نفسه هو المتهم الأساس بالموضوع نور زهير تم أطلاق صراحة يعني بعد كبار استرد مبلغ لا يتجاود أعتقد الخمسة بالمئة مما سرق وهذه السرقات كثيرة الحقيقة أشبه بعمليات ضخمة صارت وصفقات يعني لا فيها عقاب ولا فيها محاسبة فيها أنه صفقة مساومة أعطيني جزء ونخلي سبيلك ومن ثم يهرب إلى مكان مجهول وتنتهي القصة لذلك هذا العمل هذه المنظومة المتجذرة من حيتان الفساد ومن ثم من أتباعهم وملائهم في داخل هذه المؤسسات أصبحت الآن حقيقة من الصعوبة بمكان أنه لا يمكن للعراقي أي عراقي متعلم ووسيط أن يثق بأنه هذه السلطة هذا النظام السياسي نظام المحاصص المقيتة الذي جاءت فيه أمريكا وإيران بالإمكان أن يحسن حال الوضع العراقي عبر استرداد الأموال لذلك أقول يحتاج إلى ثورة اجتماعية حقيقية تطيح بهذه الطغمة الفاسدة ثم تبدأ بمحاربة الفساد بطريقة بوجوه جديدة آلية جديدة برنامج جديد لا يمكن أنه بالفعل التسامح مع أي فاسد لمجرد أنه هناك افتياحات وهناك مصالح مشتركة وهناك توزيع للدفوذ دكتور نوري السوداني وعد بمعالجة الفقر والبطالة والإسراء في أعمار المناطق المنكوبة وأيضا الانتهاء من ملف النازحين وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين هي كلها مهمة ولكن ما يهمنا هنا هو موضوع النازحين وإعادة أعمار المحافظات المنكوبة هل يمتلك السوداني القرار السيادي لوحده في موضوع إعادة النازحين أم أنه مرتبط بقرار ميليشيات أصلا؟ شوفوا حقيقة أنه النازحين هي أصبح هؤلاء الناس أصبحوا ورقة سياسية ينتفع بها كل الأطراف المشتركة في العملية السياسية في الدعاء الانتخابية في التصريحات السياسية في الاتفاقات السياسية والحكومة كل هذه هي ورقة مفيدة بالتفاوض فبالتالي هو رئيس الحكومة غير قادر حقيقة لحل مشكلة النازحين بعدة عوامل مو فقط يعني الجانب واحد لأنه بداية إعادة الإعمار هو هذا ملف شائك وملف خلافي ما بين القوى السياسية من يتمكن من هذه الملفات من يسيطر على هذه العقود من يكون هو صاحب الجبال الأكبر في هذه والفائدة الأكبر في هذه الملفات كذلك المناطق التي قد يكون فيها خلاف حول عادة هيكلتها في الاجتماعية بمعنى التغيير الديمغرافي لهذه المناطق كل هذه التفاصيل حقيقة هي خلافات كبيرة أعلى من مستوى قرار حكومي بعودة مواطنين إلى مدنهم وإلى قراءهم ودورهم وكأنه ما حدث من صراع عسكري بسيطرة تنظيم داعش على المنطقة وبالتالي استعادتها من القوات الحكومية وكأنه أصبح ذريعة لإقصاء هؤلاء الناس من مناطقهم وابعادهم وحتى الحديث عن حقيقة يعني أنا أرى أنه الحديث عن هناك أناس أو هناك من النازحين من استقر في مناطق أخرى وهو لا يرغب بالعودة أنا لا أعتقد هناك من لا يرغب بالعودة إلى بيته إن توفرت الخدمات إن توفر الأمان إن توفرت له الحياة الكريمة لا يمكن أو لا يوجد مواطن أو إنسان لا يرغب بالعودة إلى بيته إن توفرت هذه العوامل له دكتور حامد جميع الحكومات السابقة وأنتم تطرقتم في ذلك عن تجارب الحكومات السابقة التي أتت بعد الاحتلال هذه الحكومات السابقة أخفقت في تنفيذ ولو 20% من برامجها التي أعلنت عنها بداية من منحها الثقة لذلك نجد البرامج متشابهة بشكل كبير بين الحكومات المتعاقبة هل سيأتي سوداني بجديد أم أن الإخفاق سيكون حاضراً كما الحكومات السابقة بالتأكيد أنا دائماً أعزوها إلى قضية الأجندات الخارجية العراق لا يتمتع باستقلالية لا استقلالية قرار سياسي ولا سيادي ولا مالي اقتصادي ولا حتى اجتماعي وثقافي للأسف الشديد نقولها الموازنة تذهب إلى الخزانة الأميركية والأمريكان هم اللي يحددون سأر الدولار شفنا نحن صارت يعني مثل ما يقال معركة خلال هذه الفترة منذ استلام السوداني زمام الأمور الأمور الأخرى التي تتضمن يعني صلب الموضوع وهي قضايا تتعلق بالأمن الأمن المجتمعي والأمن الغدائي والمالي والاقتصادي هذه كلها الحقيقة جردت منها الحكومات السابقة للأسف الشديد بدليل أنه أقول لا يمكن للسوداني الآن مثل ما شفنا نحن أن يحرك بإلاقة جيدة إيجابية ويترك أثر إيجابي في المجتمع العراقي إلا وتأخذ عليه إذا أضرت بالأجندة الإيرانية أو أضرت بالأجندة الأميركية بدليل أنه منافسة ما زالها مستمرة الأمريكان السفيرة الأميركية تذهب إلى السوداني تتقي بها عشر مرات تقريبا وتأمره هي وقائد القوات الدولية في العراق حلف الناتو يذهبون إليه لأنه لا يريدون أن يتحرش بالقواعد الأميركية وبنفوذ القوات الأجنبية على الأرض العراقية نفس الشيء السفير الإيراني وقائاني التقوا بي ويلتقون بي دائما لذلك فرض الوصاية أنا سميتها منذ تأسيس يعني الاستلام السوداني هذه الحكومة سميتها حكومة انتداب مزدوج هي إيرانية هي أميركية هي إسرائيلية هي بريطانية لكنه الحقيقة لخصها السوداني بأنه سماها حكومة إطارية أو الشعب العراقي سماها حكومة إطارية لكنه في الحقيقة حتى الإطار التنسيقي لا يمتلك زمام الأمور بيده لذلك أنا لا أعول على أي حكومة تأتي من رحم هذه الطبقة السياسية الفاسدة على اعتبار أن هذه هي تمثل فعلا للأجدات الخارجية لا يمكن الآن حتى ولو إحنا شفنا هناك يسميها إنجازات هذه الإنجازات مؤقتة وجاءت لحسن حظة السوداني أنه انتعاش بالسوق النفط سوق البترول ومن ثم الواردات الآن هناك احتياطي جيد من العملة لكن هناك أيضا بالمقابلة تسمحني بثواني أكد على هذه الموازنة لم تقر لحد الآن في نهاية الشهر الرابع كان يفترض أنه بس شهر الثنعاش قبل نهايته أن تقر الموازنة بموازنة 2023 الموازنة فيها عجز أيضا يقارب الـ 48 مليار دولار إذا انخفضت أسعار النفط سوف يزداد العجز فيصل حتى توقعات إلى 90 مليار دولار هناك عجز كبير لذلك هذه الترقيعات وهذه الحملة التي يسموها حملة تزويقية لشوارع وارضاء لمدينة الصدر أن ينشئ مدينة جديدة وغيرها هذه الحقيقة لا تنطلع على العراقيين لأنه الإلاج الجذري لم يأتي بعد مثل ما يقال الإلاج الجذري هو إخراج كل القوات الأجنبية القضاء على السلاح المنفلد إنهاء دول الميليشيات ثم تحويل المجتمع العراقي المجتمع مدني حتى نقدر نجيب استثمارات ونفتح مشاريع كبيرة نشغل اليد العاملة الباط العاطلة عن العمل ونقلل نسبة الفقر التي جاوزت 35% من نفوس العراق دكتور نوري في موضوع الإضرار بإيران السوداني وعد في برنامجه الوزاري بنود تتعلق بمعالجات كثيرة من ضمنها معالجة القطاعات في الزراعة في الصناعة وأيضا تحدث عن إعادة الثقة بالمنتوج المحلي إن صدق السوداني في ذلك هل ستسمح الأحزاب الحاكمة بالضرر الذي سيصيب طهران من خلال الاكتفاء بالمنتوج المحلي؟ أول مشكلة أنه قضية الإنتاج المحلي لا يمكن تحقيقه بالتصريحات يفترض أنه تنوضع آليات وإجراءات السؤال هنا ما هي الآليات وما هي الإجراءات التي طرحها السوداني لتحقيق هذا البرنامج أو لتحقيق تصريحاته على الأقل قبل أن نتحدث عن مقاطعة المصالح بالتالي إن لم يضع هذه البرامج حقيقة قيئة يعني أمام في برنامجه وبالتالي تصريح لإرضاءه أو تصريح شعبوي المراد من عنده دغدغت مشاعر الناس من دون جدوى حقيقة الأمر يعني بالتالي ما يشوف بالعراق كل شي متعلق بمن؟ بالبنى التحتية الإنتاج المحلي مرتبط بالبنى التحتية حتى نحن بشكل عملي مرتبط بالبنى التحتية البنى التحتية مقدمتها الكهرباء الكهرباء غائبة عن العراق بقرار سياسي وبتأثير إيراني أمريكي بالتالي يعني من الصعب جدا حقيقة نقتنع بأنه الحكومة حكومة السوداني هي فعلا سوف ترفع أو سوف تنتج إنتاج محلي جديد إنتاج المحلي الجديد يفترض أن يعتمد على اليمن يعتمد على القطاع الخاص طيب ما هي سياسة السوداني بتنشيط القطاع الخاص حتى الموازنة التي المراد تشريحها والمتأخرة لحد الآن وهي موازنة لثلاث سنوات حتى أن تحدث على أنه السنتين التاليتين لهذه السنة هي إرشادية ولكن في هذه الموازنة لا يوجد ما هو ممكن أن ينعش القطاع الخاص بالعكس هي مثقلة بالميزانية التشغيلية هي أصلا فيها عجز عن تزديد أو عن الوفاء بالتزامات الحكومة في ميزانيتها التشغيلية بالتالي وين أو أين ممكن أن نتوقع أو نطمئن إلى أنه فعلا سوف ينشط القطاع الخاص بالتالي سوف يكون هناك إنتاج محلي يعتد به في العراق دكتور حامد ربما يعني توافقني الرأي أو بالضد مني هناك تناقض في طرح السوداني لبرنامجه الوزاري يعد بالكثير ولكنه في نفس الوقت يطرح الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال عام واحد كيف يمكن فهم هذه الازدواجية أو هذا التناقض هو يعني مثل ما يقال ذر الرماد في العيون لأن هناك شروط كانت موجودة الحقيقة من ثورة تشرين 2019 المباركة وأيضا التير الصدري أيضا لعب دور في أن يفرض ما يسمي الانتخابات المبكرة بعد فشل الانتخابات في أكتوبر 2021 لأنه نتائج كانت بالفعل مشكوك بأمرها أولا المشاركة كانت بحدود أو أقل من 15 حتى بالمية يعني ما كانت تمثل الزخم الشعبي بالمشاركة لذلك هو راد الآن يحيد مثل ما يقال موازين القوة لصالح الإطار الإطار التنسيقي باعتباره يبدأ بعادة النظر في قانون الانتخابات رجعوا إلى سانت ليغو 1.7 إثنيا إذا يريد يرجع مجالس المحافظات حتى يرجع أيضا أسباب الفساد يعني هذه بؤر الفساد اللي موجودة بعد ما ضغطت ثورة التشرين بواركة في حل مجالس المحافظات هذه القضية الآن أصبحت كأنه يريد يفسح في المجال للإطار الذي ينتمي إليه يعني بضغوط الولاعيين والمالكي وهذا العامري وغيرها بدل ما يخسرون مثل ما خسروا بالانتخابات الماضية كانوا بالمرتبة الثانية في البيت ما يسمى البيت الشيعي هل يرجعون هم بالصدارة هذه القضية الحقيقة تتعارض مع رغبة الشارع العراقي مع رغبة الإصرار على أنه يجب أن يكون هناك تغيير جذري لا يمكن أن تبقى موازين القوى لصالح هذه الكتل التي جثمت على صدور العراقي منذ 2003 لغاية الآن لأنه يمنكون المال السياسي يمنكون النفوذ ميليشيات سلاح منفلد طبعا أيضا الجذر تقرفوا كيف يوصلون إلى صالح الإقتراع غيرون هذه القضية أصبحت الآن الحقيقة مرفوضة لذلك أنا أشك في حتى إجراء الانتخابات يعني أقول أنا ما أختلف معاك بالعاكل أنا أتفق أنه هذا متناقض العمليتين متناقضة يعني بشيء لكن يفعل شيء آخر بالضد من مصالح الشعب العراقي أنا أشك أنه الانتخابات تسير على هواهم مثل ما يريدون حتى يبقون لفترة بسؤال الأخير لجنابكم دكتور حامد بنظرة استشرافية مستقبلية كيف تتوقع العراق في الفترة القادمة من الناحيتين السياسية والاقتصادية أنا أتوقع الأمور كلها عزيزي في الأقليميا ودوليا تتغير يعني هناك موازين قوة ليست ثابتة نحن شفنا أنه من يعني حرب طاقة موجودة هناك يعني حرب في أوكرانيا في أوروبا سوف تنتقل وشفنا أيضا أحداث السودان هذه أيضا الآن نزاع بين بحورين لم يعد الآن القطب الأوحد بيد أمريكا كسلطة كقوة عظمى وحيدة الآن هذا موازين القوة يجب أن يصب لصالح الشعب العراقي على أساس أنه أولا الدولة المحتلة والدولة الشريكة في الاحتلال والغزو والنفوذ هي أمريكا وإيران لابد أنه حتى الصلح السعودي الإيراني وتوزيع يعني هناك شروط لابد أنه نعرفها هذه الشروط هو كف يد إيران عن المنطقة العربية هذه مسألة جوهرية تحجين دور إيران هذه يفسحنا في المجال أيضا أنه كشعب عراقي مثل ما يقال نناضل من أجل الاستقلال والتحرر من نفوذ أمريكا ومن نفوذ إيران لذلك أنا أقول الأيام القادمة الأشهر القادمة حبلة بالأحداث المهمة والمفاجآت أنا أعتقد الجانب الإيجابي فيها سيتحقق لأنه الشعب العراقي تعلم شبابنا تعلمهم من ثورة تشرين أنه لابد وأنه يستعدون الوطن يعني نريد وطن بحق نعم دكتور حامر ووطن وهذا هي اللي إن شاء الله تتحقق بالمستقبل القريب دكتور نوري من ناحية حقوق الإنسان حرية التعبير الناحية الأمنية كيف سيصير إليه العراق في ظل برنامج السوداني الوزاري حقيقة بداية يعني دعني أنا أقول لا يمكن أن يتعافى العراق من دون أن يتخلص من المحاصصة الطائفية المحاصصة الطائفية لا يمكن أن تمنح العراقين الحرية والكرامة والاستقلالية والرفاه والحياة الكريمة والرفاه الاقتصادي وحتى في ظل هذه التأثيرات الدولية والمتغيرات الموجودة أقليميا ودوليا أنا أعتقد هي سوف لا تغير فيما في منظومة المحاصصة الطائفية في العراق لأنه تجربة العشرين سنة في التوازن هذه المحاصصة في توازن المحاصصة لصالح إيران وأمريكا ممكن يستفيد منها كل الأطراف التي تريد أن تؤثر في العراق وفق هذه الموازن وفق الموازن بالتالي على العراقيين على العراقيين يعني على الشعب العراقي أن يعو جيدا بأنه المصالح الدولية هي لا يمكن لها أن تحقق مطموحهم ومصالحهم يجب على العراقيين أن يعتمدوا على أنفسهم وأن ينهو هذا النظام المحاصصاتي الطائفي المقيت بإرادتهم بثورة جامحة كبيرة تزيح كل هذه الأحزاب التي ولاءها إلى الأجنبي يعني نفذ الوقت ولكن بإجابة مقتضبة جدا حرية التعبير كيف ترى في العراق في ظل حكومة السوداني والبرنامج الوزاري الحقيقة أنه في ظل يعني حكومة السوداني في لحظاتها الأولى أنا قلت هذه الحكومة هي سياستها قمع الحريات طيب وإلغاء وتكتيم على كل ما هو ممكن أن يعكس حرية التعبير وضع حقوق الإنسان حقوق الإنسان يعني إلى اليوم من 2003 لحد اليوم هو سنويا يتراجع ولا يمكن له أن يتحقق من الناحية الأمنية يعني هو حقيقة هم حريصون على استقرار الوضع الأمني هم حريصون على استقرار الوضع الأمني بالتالي هو يستقر الاستقرار الأمني يمكن أن يكون متحسن ولكن على حساب الحريات والحريات العامة الصحفي والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان شكرا جزيلا لكم حياكم الله كما تقدم بشكر الجزيل إلى الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف شكرا جزيلا دكتور تعبناك ويانا شكرا جزيلا وشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا